السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتبليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عسلينا مرحبا بكم وقلكم اتوحشتكم برشا برشا ونشكركم برشا على تفاعلكم معايا ودي ما تسألوا فيه الحمد لله وقلكم راني لباس الحمد لله وماشي الحال يعني البرد قتلنا عمل فينا البرد الثلوج وكل شريك الحمد لله سامحوني برشا ورجعت التعليقات اليوم في آخر فيديو لكن أنا عملت جادور برك اللي هو قلبك هاو ورجعت على البعض مش على برشا كان ما نجمتش الرجع برشا ما نرجعش أما عليكم يعني تسامحوني وطا نطمع في وسع بيلكم وحبكم لي إن شاء الله يا رب العالمين علي كل حالة نحاول ما نخليش من روحي ونعم نحاول باش نعمل فيديوهات الي انتو ما طالبينهم الي هما تتسمى فيديوهات معناه مفيدة حسب إذا كان ما نجمش طوا ناقف يعني نحاول طوا نعمل فيديوهات قدر مناش قدر ما تعطيني طاقتي وصحتي وكل شيء الحمد لله مدامني نتكلم هكا لباس مع نهراني أنا لباس الحمد لله وانتو ما معايا إن شاء الله ديما لباس مرحبا بيكم رحب الناس يدخلت لي جدد هاليومي نظوم نعطيهم الصحة ونقولهم مرحبا بيكم وشرف لي أنوا تكونوا موجودين عندي في القناة بالنسبة للزائرين نقولهم مرحبا بيكم ونتمنى إذا عجبتكم القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس وتنضموا العائلة هذه يعني العائلة الثانية الصغيرة نحييكم برشا برشا ونحبكم برشا الناس يقول وخلني نمشيوا توا فيديوين متنوح في برشا حاجاتي طلبوها مني من قبل وطوزت على جدد الطلب فأنا عملتها إن شاء الله منوعات بالنسبة نصائح أيضا على الرقم شفته صورة الفيديو منطولتش عليكم نمشيوا مع بعضنا ونتفرجوا في الفيديو نتمنى أنوا يعجبك يلا بيه كيما وعدتكم نبدأ بالوصفة اللولانية هي بيت البانو اليوم بيش نعمل بيت البانو كل بيه أول حاجة بيش نعملو نعملو الشاور خطر هو عندو كنقبضوكم اللي يسكروا الكالكير يسكرهم معاش يخلي الماء يخرج لبرا بلاس أنا معاش تلمع شنو عندو أيسا شي عندك أيسا شي عندك أنا عندي كان نوعي هذيا تاخو كسمي فينجي البيهي محترم خل خل أبيض تحطو في الماء ذاكا ومن بعد تحطو في ساشي كون زيب باق ولا ساشي عادي كيما اللي عندي هنا توا أنا عملتها الدابل باش ما يتبزع ليش خفت لكن هي تبرك الله لباس لباس هذا هو ريحتو تهبل بكوة ذي على فكرة روي بيعو في الهني على تغلف بيس طل حاشي كمتاع الجارة بجو تهبل يهبل ريحتو تهبل والله العظيم تستخسر فيه الجارة بس انيوي حتيت الخل غتيكا وبعد باش نمشي اول ما نبدأ باش نوريكم الساعة دوش اللي عنا كيفيش وكيفيش هو معناها احنا مش قديم ياسر لكن تحسوا اللي هو فيها الكالكير ونقب مهوش مسرحين بالكداء ومهوش يالمع زيدا عاش عملت غلفت كلمية ذاك غلفت بيه الشاور بكله هذيك الصغيرة ذاك السبالة بكلها وسكرتها وخليتها به نهبة اللوطة باش تباتلينا كامل على فكرة نهبة اللوطة نشوفوا السبالة شوف السباب الهنيك شوفك الكالكير كيفيش هذيك ييبس وما يتنحاش انا واضح بكل شي قدامكم بالتفاصيل الممل نرجعو شنو باش نعملو خليو الخليخ يرتاح وهنا ناخو مي في اي مرش ومعها الخل مقدار فنجل صغير الخل وشوية اي سائل عندك متاع معو اي غسيل اي سائل متاع غسيل متاع اينا اللي النوعي اللي عندك مسيلش بتنفع معا وش فنو باش نعمل باش نرجع البيت اللي بانو الرش حتى الاماكن اللي مدير بك سباب الكل لك هذو كمك المرش وكل شيء آآ الفوق اللوطة اللي حفرك الحروف قلت حفر الحروف السبالة السنك وكل شيء كل شيء حتى شنوه حتى البلاء تو تشوفوا كيفيش والله العظيم يعني وخير ما واحد يمشي يشري مواد كيميائية يعني فيها آآ مواد مسارتنا ما يشبهه بكل الخل مفيش حتى مو الضرر اخذروا كيفيش هذي كيفيش تو تشوفوا عليها واخذروا كيفيش بشتولين بعد وبعد مش مش نصلها بالماء بعد ما نرشها بالشامبوه هذيك اللي وريتهولك الصابون والماء والخل والصابون نمسحها فقط عندك شولي قنظيفة بيذا ولا شولي قنظيفة ولا كي كي ما انا طاول بايبر يعني كي غطوا وكهو تطلع تلمع من غير لتعمل زكزيقة ماء ولا تعمل حتى تجز ترش اي مكان طاولة بيت البانو كوجينة معوه اي حاجة حيوت ترشهم وتمسحهم شوف كيفيش بالله هاكو قدامكم والله العظيم كل شيء الحمدو لله كل شيء واضح شوفوا هذي هذي باتت ليلة كاملة شوفوا كيفيش تنجم خليها تخليها ساعات بركة مش لضرورة ليلة كاملة واذا كان بقات فيها حاجة قليلة تنجم تعود الكرة مرة اخرى كي ما قلنا المرة اللي فاتت في حاجة اخرى يعني شوف هذي شوف كيفيش بقات فيها شوي هذي بخطر المسكوكة بقات فيها شوية وانا مش نعودها مرة اخرى بقدرة ربي اخذوا توقعوا نعمل بكم دورة كاملة كيفيش سيد الخل سيد المطبخ مش سيد سيد المطبخ هو الكوجينة كامل الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الإدامي الخل الرسول صلى الله عليه وسلم فو احنا في التنظيف في كل شيء في عوض تعمل مواد الكيميائية اللي هي مضرة ومسارتنا لينا ولولادنا وعنفسنا وعلى الجهاز التنفسي وعلى البشرة وعلى كل شيء يرجع لنا بالمضرة نحنا ناخذوا الخل وكي ما شفتوه بشوية ماء وشوية خل وشوية غسيل كيفيش ترمى ترجع الدنيا تلمع انا فقط حبيت نوريكم الريدو كيفيش مغلف مرتين يعني احنا عنا هكيك في كندا نصو شوفك البلار كيفيش تلمع والله ما عملت لحد شيء جست هو يعني المفروض صابون فيه ما يتلعش يلمع هو يلمع شوفتو كيفيش متعودة واحد يشري كل جاهز من السوق وبعدك يقعد كل ريحة وكل مواد الكيميائية المسرطنا اللي فيه على اليد على كل شيء الريدو هيدا حبيتو من داخل مشمع ما يعديش الميمون برق ماشي فهدي بها برشي هذي كزا دا وين حتيت المناشف دي ما عنا مشاكل على مناشف وين بش نحطو المناشف فعملت فيها هذي معناها اول مرة نوريكم بيت البانو متاع صغيرة حتيت فيها كيك مناشف هوك بش وحدي دا وش يمدي يدو يلقى مناشف وبحذي وش ليك بحذي معناها بش ما 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 نقعدش وحدي لوج ويد يسأل فيك وين المنشف هيد المنشف يا مرأة المهم نتعدى وتوا مش نطيبو افاين اه عصبين بطريقة سريعة انا انا هالعصبين هذي على فكرة خليتو رو بنتي خلي متاع العيد غليت الماء العيد الكبير يعني اللي فيتها خليتلها شوية حنك من راس وخليتلها عصبين اللي هي مصرانة مش عصبينة خليتهم تحبش برش العصبين بلكرش هذيك المهم حديت الماء وحاغليه هو زيت حديت مغرتين تماطم فيفل اكحل ملح مغرفتين تماطم كبار فلفل اكحل ملح كما قلنا كوزبورة كوركم وهذا سبعة بهارات انا مخلطتهم مع بعضهم وفلفل زينة مغرفة كبيرة ولا هذي اختياري خطر الحار حسب لك انتي يعني نحبه حار بيش حبيت نجي بيش يجيني هاكم حار حار ويجيني به يعني انا حتيت الماء وحتيت عليه كل شي ومبعدك خليتو غلي شوية حتيت لخمسين جرام حمص ولا قدش تحب انتي خاطريني بش نعمل بيها مروز ويعني هاو كحاتيتها خاطريني خرجتها من فريزر كلي كي مزيت شوية فيها اما هي لباس معناها ذيبت الحمد الله ما هي شكل المثلجة وهذا هو الحنك اللي خليتو البنتي بلسين وتحب بلسين خاطرهاي تعرف خمسة واربعين دقيقة تبركل العلوش صغير بكل خمسة واربعين دقيقة طاب نحيتو معناها على طول ونحيتو ورميت معها شوية خضرة خاطرين نحبه حتى روز نحب الخضرة فيه نحيتهم خاطر صيح ما يستحقوش كتر من الكيكة هنا قصلت الروز أنا ممنجمش ونقولك مقداش لكن انتي المياة اللي عندك الماة اللي عندك المياة دوبل ونص هم يكون روز بالنسبة لينا عيني ميزاني حاطفها حتى صفنيري على فكرة أنا عندي عيني ميزاني تقريبا واحدة ونص سنتيمتر أنا عيني ميزاني ديما هكياكه مننا ما نكيلش الروز trabalدا عندي مرقة نشوف عيني ميزاني نحط الروز خطر حسب عائلتي ونشوف المرقة المرقة صغى واحد ونص سنتيمتر تقريبا هكياكً ما بين واحد ونصيد ونصدم سنتيمتر عيني ميزاني يعني عشرين دقيقة بالضبط طفيت عليه عشرين دقيقة بالضبط طفيت عليه وننقاها نشحم الماء ونحركه تحريكه ونغطيه هو طافي لقيل الغاز ونخليه خمس دقائق يتشربه كيك و بعد نسربي يعني بعد العشرين دقيقة يتيب بعد هني رجعت أنا الكرومب رجعت وغاديكه بشيحتي نوكها وما رجعتش بصراح العصبان خليتها كيكا شاي حبنينا ورغبتها الرازة ما رجعتوش رميت جرينين فلفل وغطيتو قطلك عشرين دقيقة طاب ونبعد في تعليه وحركته هاو كتفي تعليل هني عشرين دقيقة رجعت اللحاو طابعا العصبان مش تسخن تباركلا لقشة الراز ترفت لحنك تباركلا كريتها صحة وفرحة البنتي إن شاء الله مسكينة والله ما هيش تعيش بحثية تقرأ ودو بعيدة وكل شيك اللي جي خليت لها من العيد بش كتبلها طوة طيب تقول معناه من العيد ما جيتنيش قبل العيد ما جيتنيش تقرأ وتخدم على روح هذا هو العصبان حاجة بسيتة برشة وفيسعة فيسعة طابت ومحليه وبنينة بطريقة خفيفة ومن غير ما معناها مش لازم تكون كسكسي وكولاينو كسكسي وحده الكسكسي ببنتها وحده لكن زيدة الطريقة هذي جربوها بنينة برشة والله بنينة بنينة تهابل زيدة وبهذا وصلنا إلى نهاية فيديوينا اليوم نتمنى أنه يعجبكم ونتمنى أنه الموضوعنا على الخل تكون استفدتوا منه على طريق تجربة معناه واضحة قدامكم حسيلوا نرحب بكم مرة أخرى بالمشاهدين لكل قدم وجدد واللي مزالوا مش تركوش زائر فقط نتمنى إذا عجبتكم القناة تنضموا شرف لي ولينا كل أنه تنضموا وتكبروا العائلة هذه العائلة الصغيرة وتوموا بخالي إلا نقول لكم استغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبوا ليه اللهم صليوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسلامة